ولكي أتبت لكم بأن فعلاً هذا السخان فهو معطل يعني غير شغال أحضرت لكم قابس كهرباء أو مصدر كهرباء وقمت بتوصيل القابس الخاص بالسخان مع الكهرباء مباشرة وكما تلاحظون أول مشكلة المصباح لا يوضع تاني مشكلة قمت بوضع يدي يعني أمسك هذا السخان بيدي لكنه لا يقوم بحرقه ولا أي شيء يعني أن هذا السخان فهو معطل وغير شغال في سفا نهائية ولكي أؤكد لكم فعلاً بأن السخان معطل قمت بإحضار سطل من الماء وأدخلت داخله هذا السخان وفي طريقة هالفة ومرتبت والكهرباء وقمت بعمل التنزول 12 تانية منطقياً عندما تنتهي 12 تانية يجب على السخان إما أن يعطي تمول يعني يمثل بأن الماء يسخن أو عندما نقوم بإزالة تلك السخان فهو يبين لك تبخر الماء يعني أن السخان شغال كما تلاحظون عندما قمنا بينزل هذا السخان من الماء فهو لم يعطي أي إشارة من الذي ذكرنا يعني أنه معاطل عن العمل وجبولنا إصلاحه إذن نحتاج إلى مفك براغي أو أدخل معدينية قوية ونقوم بإزالة هذه القطع البراستيكية الخضراء نقوم بإزالتها وسحبها إلى الأخير ونبعيدها من جانبنا كذلك نحتاج إلى مفك براغي بهذا الشكل ونقوم بفتح هذه المسامير أو البراغي الأربعة ثم نقوم بإزالة تفكيك الهيكل كما تلاحظون مباشرة يظهر لنا هناك احتراق ويظهر لنا أن بعض الخيوط فهي مقطعة وبعض المصابيع فهي محروقة إذن سوف يقوم بتطرق إلى كل شيء الأهدا إذن أولا نلاحظوا بالنسبة لهذا السلك الأحمر فهو يعني أصبح ضعيف جدا وأصبح مهتري يعني يقوم بإنقطاع لوحده كذلك لدينا هذه المقاومة التي كانت مرتبطة مع المصباح يعني احترقت كل من المقاومة والمصباح معا إذن لسنا بحاجة إليهما نقوم بإزالة المقاومة ثم نقوم بإزالة المصباح نقوم برميهما جانبا بما أن السلك الأحمر قد إن قد عب أصبح قصير جدا سوف نقوم بتقطيع حتى السلك الأخضر أو السلك التاني الذي بجواره نقوم بإزالة هذه القطع المعدينية الصغيرة التي تقوم بربط الخيط الكهربائي مع سلك السخان النحاسي باستعمال سكين نقوم بسنفرة أو حك أو برد رؤوس السخان لأنها محترقة لكي تمرر الكهرباء بشكل جيد نقوم بإحضار السلك الكهربائي الذي قمنا بإزالته قبل قليل ونقوم بتقطيع من هذه المنطقة بهذا الشكل ثم نقوم بتعرية الخيط بهذا المقص كما ترعيدون نقوم بتعرية الخيط نفسها بهذا الشكل ثم في الأخير نقوم بمحاولة تعرية تلك الأسلاك كهربائية لكي نعرف هل هي مهترئة فهي هشة أم لازلت قوية إن كانت هشة نقوم بتقطيع في مسافة أقل أو مسافة أكثر إن كانت جيدة فتابع الفيديو للأخير ولكي نحمي السلك الكهربائي من الإنقطاع أو الإنفلات نقوم بعمل عقدة محكمة جيدا بهذا الشكل كما ترون لو قمنا بإغلاق سددات وقمنا بسحب الخيط فالخيط لن ينتزع ولن يتقطع لأنه أصبح محكم جيدا والآن طريقة توصيل السلك الكهربائي مع السخان لو قمنا بتركيبها هكذا فهو جيد لو قمنا بقلب الألوان فهو كذلك جيد والآن انتبهوا جيدا لطريقة ربط السلك الكهربائي مع رؤوس السخان لاحظوا جيدا الطريقة فقمت بتبطيء الفيديو قدر الإمكان لكي ترى طريقة بشكل جيد وتقومون بربط السلك بالطريقة الصحية مع السخان كذلك سيكتاني نفس الشيء وحاولوا تبطيء الفيديو قدر الإمكان لكي يكون الشرح أكثر وضوحاني بالنسبة للجامعة نحتاج إلى بانس أو ملقات ونقوموا بإعادة تتبيت تلك الأسلاك الكهربائية مع رؤوس السخان الآن أعيدوا تركيب هذه القطع المعديني أو اللواقط التي تربطوا السلك الكهربائي مع رؤوس السخان لكي تمنع حدود أي دارة كهربائية أو احجرق بالنسبة للسخان كما ترون فالسلك الكهربائي أصبح مرتبط بشكل ممتاز مع السخان الآن سأتبت لكم فعلا بأن السخان قمنا بإصلاحه نحتاج إلى قابس كهربائي أو مصدر كهرباء 120 كهرباء المنزل أقوم بتوصيل هذا السخان مع الكهرباء وأقوم بعمل عد جنازول 12 تانية لاحظوا ماذا سوف يقع عندما تنتهي 12 تانية إذن كما تلاحظون 12 تانية انتهت الآن نحتاج إلى سطل من الماء الذي قمنا بتجربة عليه المرة السابقة لاحظوا سوف نقوم بإدخال السخان مباشرة وسط الماء لاحظوا ماذا سوف يقع كما تلاحظون ظهر الدخان يعني أن السخان أصبح شغال بدون أي مشاكل وفقط بهذه الخطوات التي قمت بفعلها وإياكم والآن نقوم بتركيب غطاء الحماية للسخان بهذا الشكل نقوم بوضع القطعة الأولى ثم نقوم بإدارته ونقوم بتركيب الخيط أو السلك الكهربائي بهذا الشكل ثم نقوم بوضع تلك العقدة في الوسط نقوم بالضغل عليها القطعة التانية البيضاء نضعها في الآلة بهذا الشكل ونقوم بإغلاقها ثم نحتاج إلى المسامير أو البراغي ونضعها في مكانها ونقوم بإحكامها جيدا ثم نقوم بتركيب هذه القطعة البلاستيكية التي تغطي مكان المسامير أو البراغي وكما تشاهدون أصدقائي فقمنا بإحضار سطل أو إناء من الماء الذي قمنا بتشرب عليه المرة السابقة قمت بملئه بالماء وقمت بوضع هذا السخان الذي قمنا بإصلاحه وقمت بتركيبه مواشرة مع الكهرباء وكما تلاحظون فالماء أصبح يسخن وهناك يظهر الدخان يعني أن الماء أصبح ساخن كما تلاحظون أتبت لكم بجربة كذلك في هذه الفيديو وكفي أن فعلا السخان يعني أصبح شغال والماء يغلي ورغم أن المصباح فهو منطفئ هذه هي نهاية التجربة وهذا الفيديو أرجو أن ينال هذا الفيديو إعجابكم رجاء لو استفدتم ولو غير إعجاب اشتركوا في القناة فعل الجرس لتتوصلوا دائما بأحدة الفيديوهات إن واجهتكم أي مشكل دعوها لي في التعليقات فريحا بإجابتكم بطبيعة هال إلى اللقاء نلتقي في الفيديو القادم إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر